قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم شأن أخذ دائما الحديث عن المرأة الجزائرية وبعدما كانت الحكومة في الجزائر مثالا عربيا في قوة مشاركة المرأة في التمثيل الوزاري جاء التعديل الأخير ليقلص التمثيل النسوي مما يطرح عدة تساؤلات حول الخلفيات أحمد بطاف والتفاصيل على عكس ما حاملته حكومة سلال ثلاثة من عدد قياسي للحقائب الوزارية الممنوحة للمرأة والتي بلغت سبع حقائب جاء التعديل الوزاري ليقلص من حضور حواء في الحكومة الجديدة كل وزير على رأس قطاع من القطاعات عادة في التقم انتاعه يعتمد على المرأة فتعرف مليح أن منصب الوزير ما هو منصب تقني هو منصب سياسي هذا يدل على أن المرأة في المجال السياسي ما زالت ما عندهاش حض كبير لأنه مش الوزير اللي يخدم تقنيا التقم المتخصص اللي منحوله هو اللي يخدم هو اللي يعمل في القطاع الخاص به وبالتالي من نساء متخصصة في القطاعات هذة يقدروا يهزهم منهم ورجعهم وزيرات ولكن لأنهم عندهمش ركيزة سياسية ما يقدروا يكونوا وزيرات هذا كل ما في الأمر قراءة عدة والتعقب هذا التغيير خاصة الخطابات السياسية من أعلى هرم والتي تؤكده كل مرة أهمية حضور المرأة بمبنى الدكتور سعدان التجربة داخل الحكومة تقلصت أو أخذت ممكن كما يقولوا ضربة ضربة كما يسموها ضربة موجعة لأنها تقلصت منها ثلاث مناصب ولكن موش بهذا المفهوم لأننا نحن على قدم من واحد من المساواة مع المرأة والرجل والمرأة متواجدة الآن في البرلمان متواجدة في القضاء متواجدة في الحكومة وقضية تقليص أو ما نشوفوش للعدد نشوفو القضية الواقع والواقع الملموس تقليص عدد النساء في الحكومة قد يجلب الأنظار ويشد الانتباه لكن الأهم في منح الحقيبة هو الكفاءة والخدمة التي سيقدمها لجزائر بغض النظر عن جنس الوزير قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم